عسلام أختي عسلام بالله حضرتك باسم وصيفتك صحفية صحفية؟ زميلة يعني مرحبا ديك شنو رد الفعل متاعك لامتباع الالتصار البارحة حقيقة تنس بلايين عايشة وخارج عن 20 سنوات تفاجأت في الوقت وطبعا معجبنيش وفرح فيك لكن للأسف لازم تحضر في الونس وفيكم المنظور وميحلوا الإجراءات وميحلوا القرارات اللازمة باش نتغيروا الوضع ونفهموا الشباب بتاعنا بطورة الحاجات اللي صارتوا من الحادة تصير من سابتين فاتة ونازموا طبعا تغيروا اللي تم بتاعنا التعليم اللي هو أساسا القاعدة اللي مش يتعلم الناس يعني العلاج من الجذور نتحللهم الدكارة لن نجاح اللي المنظورة لنش تحصل الناس ما تحصل كلنا بكروفون حضرتك الاسم الاسمي اسمي الخالب لبنز لبنجير عايشي باريس مش تخدمي طيب تبعت الاحداث كما كل الناس بحزن كبير يعني شنو تقول شنو تعلق والله ان شاء الله ربي انتي انا واحد من الناس والله من عليك التالب زي السلاح في الدار والله بيروه والله الحق بكيد خطر شيء اسق خطر احنا الناس المكترية في تونس عايشان التوليزم وعايشان المسلمين توليزم بيروه وشيء اسق خطر مبرشة الناس مش تحفظ والله مسلمين احنا مسلمين مسلمين بتبع حلوهم معنا ماشاء الله ربي انتي وكاو مرسي تحيا تولس تحيا تولس مجمع بسولسة في احد المطار العربية في البريس اخ عطينا تخدمنا اسمك اسمي السيد نعيش هنا في فرنسا نخدم هنا اه اخدم حجر والله تفرجنا شيء بصراحة اسف شيء ما يليقش بنا ما يخليقش بتونس ما هوش من عاداتنا ما هوش من انتقاليدنا بصراحة التونس كله هنا تأثروا بالأحداث اللي شفاها تزلنا ياسر سيرتو في وقت متاع السياحة واقتصاد تونس ما ان شاء الله الله يقدر الخير وكاو هذا يشبش نغلق تحليلك لما حصل ايسا تحليلي انه خسارة انه خسرنا اعقدنا الامل في الباجي وفي النداء قلنا انه ما عندوش عصاة سحرية الراجل ما عندوش حتى ما عندوش عصاة سحرية لكنه ما ورنا حتى شيء ما حللناش ملفات الفساد تركوا ما لا ما هوش في شهر على الأقل كيف يتكلم ويتمنى يقول راه يساس ما ملفات الفساد بيش تتحل وراه بيش نعملوا كذا وكذا وكذا يبعثلنا ميساجن تعطمئنا لكنه هو من يدخل القصر احنا لشوفناها لاتكلم لا اسمعنا كل ما اسمعنا انه النهضة حطوا منها وزراء ووقت يبدأ الغرسالي وزير من النهضة في الداخلية اذا كان انا معلوماتي صحيحة شنو ننتظر انا من الداخلية بيش تعمللي ما بيش يزيد يغطي يغطي الموجود بيش قولك هما ناس يقولوا اذا بينا بن علي يرجع كحل الاستقرار شونت ميش تعلق على في فيسبوك في مواقع الاجتماعية انا بن علي كان ديكتاتور لكنه معاه ثم الامن والامان اذا كان الثمن انت ارجع تونس وموت الارهاب والحفاظ على الوطن هو بن علي هاني صوت له انا من هون ياخد صوتي ديكت انا النادي اذا كان بش يضمن انه معاش عنا هذا الكل وموت الامن وموت الامن تعزيه للجنود والعائلات ومعناها شيء مؤلم اكثر من لازم من دمه شوف الزبان انا 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 انا